اذا ما فيش لا حماس اعترفت بهذه القضية ولا شيء الاكثر من هذا قد يسأل سائل لماذا حماس التي تدعي بانها علمت بالامس عن مقتل السنوار لماذا لم تعمل بيان هلاش ما تحدث اجزم لكم يا جماعة وانا كنت لحظة اعلان الخبر هذا لما قالوا من المرسلين يتحدثوا الجزيرة صحفية الجزيرة ملقات مصدومة وبعد ذلك قرات الخبر مصدومة ظهرت عليها الصدمة ولا احد يعلم لماذا لماذا لانهم لا يملكون تواصل مع السنوار لنفرض جدلا ان السنوار بالفعل قتل بالامس وكان فقط لا يريد التسجيل لا يريد الظهور او انه يريد الظهور بعد نهاية الحرب باش تكون هالة كبيرة على اساس انه عام واكثر من سنة والاسرائيليين يطاردوا فيه وبعد ذلك لم اتكلم لم اظهر عندما ظهرت ظهرت طبعا على ركام الضحايا والقتل الابرياء الذين تدمرت غزة فوق روزي معناها انه معناها انه قيادة ما تسمى قيادة حماس فين فين الحية الآن والحية ومشعل وباقوا والحمدان هذا حسب معلوماتي في قطر انهم باقيين الآن كل من يبقوا باقيين في بيوتهم مع اولادهم في القصور اللي اعتطاهم لهم قطر راهم عايشين اصلا مشعل من زمان هو عايش في قطر وهو مواطن يتمتع بكثير من الامتيازات هناك راهم جالسين يأكلوا يشربوا وعندما يريدون ان يتكلموا يستأذنوا من ضابط الارتباط اللي معاهم ويسجلوا فيديوهات فقط مثل ما اخر الحمدان جلس 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 سجل فيديو يوصفلنا حرب الابادة والجرائم ضد المدنيين يبنى الايه هذه هذه خلاص هذه صارت واقع من المفروض عندما تتكلم انت كقيادي تأتي بالجديد لا شيء اما ان السنوار مقتول منذ مدة والصور هذه غير حديثة صور مستحيل وهناك من يشكك فيه لانه حتى اظهارها ظهروه غير في المكان صوروه غير في المكان يعني ما فيش مثلا عملية اقتحام المكان حتى نشوفوا الاحوال الجوية الصور التي اظهرت اظهرت بعناية فائقة وحتى الفيديو الذي نشر لجثة السنوار فيها شوي عليه تراب فقط ولكن اما انه كان في المكان هذا مختبئ وهو مدمر وغزة كلها مدمر او انه دمر المكان على رأسه اذا دمر المكان على رأسه اراه اراه فين الاحجار اللي كانت على رأسه وجثته ما عدا انه ضربت في الرأس كأنها عملية اعدام ميدانه ولا استبعد رهم تخلصوا منه ممكن ما الذي يثبت بانه الاسرائيلي هو الذي قتلوا يا ناس مهو الاثبات الصورة لا تقول هذا الاسرائيلي ما اعلنه لا اصدقه حماس ساكت الى حد الان ما الذي يثبت لا شيء هذا مضروب في رأسه هذا ليس اذا كان فجر به المكان واتخيله اسرائيل تعلم بالسنوار في مكان تعاملوا بهذه الطريقة تفرجر له رأسه وكذا واضحة انها عملية اعدام اعدام ميدان ترى من اعدامه ربما اعدامه اللي معاه وتخلصوا منه في اطار مشروع تخلصوا منه نية نية تخلصوا منه في اطار صفقة فيها عدة اطراف بقي لهم السنوار ايضا تخلصوا منه وكنت من قبل قلت لكم حتى السنوار راح يتخلصوا منه وتخلصوا من حسن نصر الله ورح يزيدوا وتخلصوا من رؤوس اخرى في العراق وفي اليمن والامور ماشي اذا لا يوجد ما يثبت حتى الصورة حتى اسرائيل لن تقدم دليل هو هدف حقا اعلنت انها تخلصت ما يهمها متى وما يهمها صدق الناس او لم يصدقوا لكن الرواية الحقيقية غالبة لانه لا يوجد ما يثبت ان السنوار منذ السابع من اكتوبر على قيد الحياة لا يوجد الا اذا كان اظهر عسب المعلومات التي توفرت لديها مقبل كانت الجزيرة اعد شريط يظهر فيه السنوار في صور انه التقى مع بعض الاسرة وبعض الصور وكذا 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 ويقول فيه كلمة يلقي فيها وبعد ذلك اجل امر بعدم نشر هذا الفيديو هذه مصادر من داخل جزيرة مقالة اذا لماذا لانه اكشفنا المعلومات لانه وجدوا ثغرات لانه ممكن استعمل الذكاء الاصطناعي او شيء من هذا القبيل الله اعلى واعلم كل شيء يعني ماهوش طبيعي لكن هل من المعقول ان السنوار لن تصل اليه اسرائيل التي وصلت الى هنية وهو في قلب وغرفة نومه في قلب طهران عند ضيف على خامناي وعند الحارس الثوار هل من الممكن ان لا تصل اليه على مدار اكثر من عام وهي التي وصلت الى حسن نصر الله في مكان محصن ووصلت قبل للعاروري وهو في منطقة محصنة وصلت للضيف واللي معاه من القياديين وصلت الى عديد من القياديين في ربكم يعني اسرائيل ما كانت استطيع توصل للسنوار ربما وصلت له من ايام زمان ام خبين جاء الان الامر بضرورة انجاز معين يضاف للانتخابات الامريكية وكذا وكذا مرتبة الانتخابات الامريكية قال لك خلاص خلينا علنو ونطلع السور وبدأوا يسربوا في الصور على اساس الحادثة جديدة خلاص قد تكون قديمة وهذا الأرجح عندي حتى الجثة انت انت ما قتلتوه في نفس اللحة قتلتوه ورحت للجثة الدم اللي على جبهته على الاقل عنده اربعة ايام او خمسة ايام جف شوف الجرح تبعه اللي في رجله جاء اذا عنده اربعة او خمسة ايام اذا كان هذه الصور اخذت بالامس قتل بالامس ووصلوا له اليوم لا اظن يعني هما وصلوا له في تلك اللحظة امس وتم اعداد الامور على الطريقة وقرروا يخبروا اليوم حالة الجثة ما هي حالة انها وصلوا لها رحظة النزيف ولو كان قتلوه امس وصلوله اليوم بعد يوم والرحط المقاومة هذه التي رههم سيطرة وهم قتلوه في اعتقد في في رفح عفوا فين هذه كلها اسئلة مطروح انا انا قلت لكم من قبل انه السنوار من سيخل في السنوار عندما اعلنوا انهم معينوا السنوار مع العلم وهذه مصادر موثوقة انهم لا تواصلوا مع السنوار وربما السنوار لا يعلم اصلا انهم واعينوا لما جلسوا هناك قال لك احسن حل لو نعينوا كان هو الارجح الذي سيعين هو الحي الاخر مشعل قالت له قطر لا انسر الحي اعتذر لانه اذا عين رئيس المكتب السياسي وهو يتواجه في قطر رح يكون هدف الحمدان ايضا قالوا له لا ما هو الاحسن خلينا نعين السنوار ونمسح في رأس وكل الشرور وهو رو مطلوب في غز هك اذا كان اعلان لا يتجاوز الحبر الذي كتب به لا هو يترأس ما كانش يا جماعة افهمونا الان ما تسمى حركة حماس بقت حركة افتراضية موجودة على شاشة الجزيرة وموجودة على جيوش الكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي ليسا اما على ارض الواقع ما فيش موجودين مقاتلين رهم يدافع على ما اوتوا من قوة قرضت الحرب عليهم فيهم اللي ماتوا فيهم اللي رأوا جريح وفيهم اللي أرهوا مازال يقاتل حتى آخر نفس مقتال امتع واحد يبحث على البقاع اكثر وقت فقط اذا ما هي هذه الامور يعني انا في تقديري وتحليلي لسه ما عندي معلومات في تحليلي انه هذه العملية لانه لا يوجد ما يثبت ان السنوار كان حي لا يوجد لا استطيع منذ سابع من أكتوبر ما فيش إثبتات الرسائل الذي كان يقولوا لينشروا فيها ما لا تصدقها لكن الشيء الوحيد الذي سيثبت بأن السنوار هي هي ظهور بالصوت والصورة اما الصوت اراه حتى الصوت والصورة الان اراه بالذكاء الاصطناعي يصنعها ولكن عند الخبراء يستطيعوا ان يبينوا الغذف من السنين لذلك لا يوجد يا كرام ما يثبت ان السنوار كان على قيد الحياة حتى نعتبر عملية قتله بداية من آخر ظهور لي ما فيش لذلك كل الامر مفتوح على كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة واعتقد انه بنهاية السنوار لو تابعتم الاعلام اليوم بدأوا يتكلموا على عودة الاسرة والصفقة وكذا وكذا اسرائيل كانت لا تريد اما انها تعرف مكان السنوار لا تريد الوصول اليها حتى تنهي مهمتها والدم الغزة او انها وصلت له وانهت المشوار انتاعه وهي تدرك يقين ان هؤلاء لا يتواصلون وان الحمساوية لا يقولون الحقيقة ولن يعلنوا عن اختفاء احد القادة البارزين بالنسبة لحركة حماس ما فيش وهذه هي المشكلة الكبرى على حماس ان تثبت ان السنوار كان على قيد الحياة حتى نعرف متى قتلته اسرائيل هنا اللغز اللغز ليس ان اسرائيل قتل هذه الرواية هي اللي قدمتها لا اصدقها لكن انا متأكد باللحظة اللي شفت الصور تأكدت بان السنوار قتل لكن متى حتى صورة تكون واضحة بينة فيها بعض المؤشرات التي توحي للعامل الزمن انه نقدر نعرفه المكان ولا اصلا حتى جماعة القسام اللي هناك عملوا بيان وقالوا انت سهدف لك رئيس الحركة من امس وتقتل لهذه اللحظة ما درتش بيان ما درتش بيان ها هو الآن نتنياه راه التصلم عبيدن وانا الدنيا بتخلط العالم وحمس ساكتة تنتظر تعملنا رواية وترى ما هي الرواية التي ستتحدث عنها حمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر